الحمد لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهذه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن التأمل في شمائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما يرسخ عقيدة العبد بنبوته ورسالته ويعظم محبته والاقتدابه وموالاته فالله اختار لنبيه أفضل الشمائل الخلقية والخلقية مما يجعل القلوب تنجذب إلى محبته وتصديقه كما قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما أتيت وتبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وكان أعداؤه يشهدون له بالشمائل الشريفة الرفيعة كما في قصة أبي سفيان قبل أن يسلم مع هرقل حاكم الروم فشهد له أنه لا يخون ولا يغدر ولا يكذب وكان هذا بسبب عناية الله به من صغره وتهيئته للنبوة كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه وشق عن قلبه فاستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حفظ الشيطان هذا حفظ الشيطان منك قال فغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه قال وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره قالوا إن محمدا قد قتل قال فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وكنت أرى أثر المخيط في صدره وقال عبد الله بن عمر بن العاص عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجة بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد في بداية أمره وحيدا كما قال طارق المحارب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى قعد أدمى كعبه وعرقوبه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا فقالوا إنه غلام بني عبد المطلب فقلت من هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة فقالوا عبد العزة أبو لهب وما هي إلا سنوات معدودة فإذا هو صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا منتصرا قال عبد الله بن مغفل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ سورة الفتح وهو يرجع وكان من أعظم ما أكرمه الله به وأثر في الناس هذا الكتاب المبين والقرآن العظيم ولنتأمل في قصة إسلام الصحابي الجليل الطفيل بن عمر الدوسي كان الطفيل بن عمر الدوسي سيداً ومطاعاً وشريفاً في دوس وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً فرقاً من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة قال فقمت منه قريباً فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله قال فسمعت كلاماً حسناً قال فقلت في نفسي واثك لأمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته وإن كان قبيحاً تركته قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فدخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا الذي قالوا قال فوالله ما برحوا بي حتى ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لألا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولاً حسناً فاعرض علي أمرك قال فاعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلأى علي القرآن فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرأ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادعوا الله أن يجعل لي آية تكونوا لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه قال فقال اللهم اجعل له آية قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع بين عيني نور مثل الصباح أو مثل المصباح قال فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا بها مثله وقعت في وجهي لفراق دينهم قال فتحول فوقع في رأس سوتي قال فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس سوتي كالقنديل المعلق وأنا أتهبط عليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً فقلت إليك عني يا أبتي فلست منك ولست مني قال ولما يا بني قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال إي بني فدينك ديني فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ذيابك ثم ائتني حتى أعلمك ما علمت قال فذهبا فاغتسل وطهر ذيابه ثم جاء فأعرضت عليه الإسلام فأسلم ثم قال أتتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني قالت ولما بأبي أنت وأمي قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قال فقلت فاذهبي إلى حما ذي الشراء فتطهري منه وكان ذي الشراء صنما لدوس وكان الحما حما حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل قالت بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشراء شيئا قلت لا أنا ضامن لذلك قالت فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادعوا الله عليهم قال اللهم أهدي دوسا ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم قال فلم أزل بأرض دوسا أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى آخر ما جاء في قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدة وهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الشمائل الصحيح منها يغني ويكفي عن متابعة بعض الشمائل التي يدعيها أهل الخرافة والذين يبالغون فيها ويأتون بشمائل لا تصح أبدا كأنهم يريدون أن يزينوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكملوه وقد زينه ربه وكمله وأعطاه الخلق الكريم والشمائل العظيمة ومن أهم الشمائل الشمائل التي ينبغي أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها وهي الشمائل المكتسبة مثل الأخلاق الكريمة مثل الكرم مثل الشجاعة مثل السماحة مثل العفة وأما الأخلاق الخلقية المتعلقة بجمال صورته وشكل جسمه وشكل عينيه ونحو ذلك فهذه صفات حميدة حباه الله له لكن مما ينبغي أن يحرص عليه الشمائل التي يعمل بها العبد وتكون من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها وتحببه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون من دين الإسلام هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة شكراставля